كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجناء بودن لتشكيل حكومتي بعد ترقب لهذه القطوة لأكثر من شهرين عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي بهذا التكليف تكون بودن أول امرأة عربية تعين في منصب رئيسة وزراء وسط تحديات عدة تواجه مهمتها في تونس أول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة هي أول مرة تشغل فيها سيدة منصب رئاسة حكومة على الرغم من تراث تونس الحافلي بمشاركة المرأة في مجالات العمل العام لفتة أراد من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي نجلاء بودن الأستاذة بالمدرسة الوطنية للمهندسين في اختصاص الجيولوجيا كلفها الرئيس بتشكيل حكومة في أقرب الأجالي مهمة تواجهها تحديات كثيرة أعتقد أن أولى المهام هي كما أشار رئيس الدولة في موكب التنصيب هو ترتيب البيت الحكومي الداخلي وننس الكلمة التي استعملها رئيس الدولة عندما أشار إلى أن الفوضى عمت وأن هناك أطراف تريد إسقاط الدولة وهذه رسائل واضحة فيما هو موصول بالعنوان الرئيس فيما يتعلق بالعمل الحكومي خلال الفترة القادمة وثانيا هو أعتقد إعادة ثقة مع المؤسسات الدولية الشريكة لتونس أولى ردود الفعل على تعيين امرأة كرئيسة للحكومة جاءت مباركة إن شاء الله يكون أولا تكريس لمبدأ أساسي من مبادئ الدستورية قضية المساواة الحاجة الثانية أخيرا أخيرا أعطينا للمرأة حقها بالنظر إلى النضالات التي قامت بها المرأة ومساهمتها في معركة التحرير وفي بناء الدولة العصرية المدنية وفي مواصلة نضالاتها من أجل تكريس المساواة وتتجه جميع الأنظار الآن إلى رئيسة الوزراء المكلفة وسط أمال بإنجاح المساري نحو تغيير حقيقي مفاجآت متتالية من رئيس الجمهورية فيما يخص إدارة مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من يوليو والمهمة الآن صارت واضحة وإن كانت صعبة وتتلخص في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيف الدين العامر سكاي نيوز عربية تونس معنا من تونس القيادية في حركة الشعب ليلى حداد سيدة ليلى مرحبا بك معنا ما سر اختيار قيس سعيد لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد وهل كان هذا الاختيار مفاجئا بالنسبة لكم الحقيقة هو مفاجئ للكثير وأعتقد أن اليوم قيس سعيد أعطى رسالة مهمة ومهمة جدا أعطى رسالة لكل من يتشدقون بالحرية أو بالديمقراطية أنه يفعل وحينما يفعل فهو يكرم المرأة التونسية التي مر نظاراتها على عقود وعقود من قبل الاستقلال إلى هذه المرحلة ليمكنها كأول إمرأة تونسية تتقلد رئاسة حكومة في فترة فترة صعبة وصعبة جدا وكذلك كأول إمرأة عربية كذلك تتقلد وهذه فرصة لعل لكل النساء ولكل النساء في الوطن العربي التي تقدمنا الكثير والكثير ولكن للأسف الشديد إلى حد الآن لم تتقلد مناصب عليا في الوزارات أو في ترأس الحكومة وتحمل مسؤولية في بعض الدول أتمنى أن اليوم هي رسالة قام بها قيس سعيد وأعتقد أن رسالة كانت إيجابية في تونس اليوم من كل القوى الحية خاصة من رأي العام الشعب تونس لأن شايف بأن قيس سعيد قد كرم المرأة التونسية بهذا التقليل بهذا التكليف رغم أن الفترة مهمة ومهمة جدا هي فترة استثنائية فيها صعوبات سياسية صعوبات اقتصادية صعوبات اجتماعية وإعطاء هذه الفرصة للمرأة بهذا القدر وبهذا الحجم يعتبر تشريف كذلك وتشريف وتكريم سيدة ليلى ولكن الاسم بالنسبة للطبقة السياسية يكاد يكون مجهول هل هذا الاختيار في محله لقيادة رئاسة الوزراء أعتقد أن تحدثت اليوم حتى في وسائل الأعلام التونسية أن هذه رسالة ثانية قيس سعيد يرسلها للرأي العام الوطني قبل الرأي العام الدولي أن هذه السيدة التي هي من الكفاءات التونسية التي تعمل بصمت هي مهندسة وكذلك تعمل كإطار سامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه المرأة من بين الوجوه التي لا تراها كشخصية وطنية أو لا تراها كشخصية سياسية التي في العشر سنوات الفارطة وأعتقد هي رسالة لكل الكفاءات التونسية التي تعمل بصمت ولكن تراقب المشهد أن اليوم عليها الدخول غمار إنقاذ تونس إنقاذ تونس من السياسيين الفاشلين إنقاذ تونس من الجو الذي عاشته تونس وكإعادة بث دماء جديدة وشرايين جديدة في العمل السياسي وهذا دليل قاطع على أن اليوم هذه المرأة بخلفية يعني ما يعبر عنها تقنية تكنقرات ليس لها أي تجربة سياسية اليوم هي على مسافة على جميع الأحكاء على الأحزاب السياسية خاصة حيما نتحدث على أن من أولى مهماتها في هذه الحكومة هي مكافحة الفساد ونحن نعلم جيد أن العديد من الأحزاب السياسية الآن هناك تورطها في ملفات حارقة في مكافحة في الفساد وبالتالي حينما تكون إنسانة محايدة ليست لها أي مرجعية أو خلفية سياسية بالتالي ستتعامل مع جميع الأحزاب السياسية ومع جميع القوى المدنية أو المنظمة الوطنية على حد سواء دون أي خلفية قد تكون غير محايدة كما تعلمين بأن المرأة التونسية كانت تسيطر عليها الكثير من المخاوف الكثير من الهواجس خصوصا خلال قيادة جماعة النهضة للبلاد بأن هناك مكاسب قد تفرط فيها تونس باختيار هذه المرأة إلى أي حد يكون الرئيس قيس سعيد قد كسب قاعدة جماهرية أخرى وهي المرأة نعم هو اختيار كان ذكي من الرئيس السيد قيس سعيد لأنه ممكن هذا العنوان هو تعاطى معه في الحقبة الفارطة السيد قيد السبسي ولكن لم يثمن عمل المرأة على المستوى الحقيقي والواقع وبقيت كأنها ورقة انتخابية لكن اليوم قيس سعيد على مستوى الفعل أكد على أن أعطى مكان للمرأة على مستوى الحقيقي الحقيقة وهذا درس كذلك للنهضة والقواء ذات المرجعية الإسلامية التي تتشدق في الظاهر على أنها تريد المساواة ولكن في حقيقة الأمر حينما يكون النقاش على أي موضوع يهم المرأة فإن تجدها صدا منيعا أمام الاستحقاقات والمكاسب التي كانت قد حصلت وأحرزت عليها بنظارات وخاصة تونس نحن نعلم جيدا أن نظارات المرأة التونسية من قبل الاستقلال إلى ما بعد الاستقلال ومجلة أحوال الشخصية ووجدنا أننا في فترة معينة 13 سنوات النقاش هووي والنقاش هو نقاش مرأة ورجل وبالتالي خرجنا عن السياق الحقيقي الواقعي وهو النقاش على الاقتصاد وعلى هموم الشعب وبالتالي جعل في كل مرة في كل فصل أو مطب خاصة في الدستور 2014 نقاش عقيم حول مكانة المرأة ومحاولة لإرجاع كل نظارات المرأة واستحقاقاتها ومكاسبها إلى الوراء وقد وجدنا ذلك حتى من خلال الإحصائيات على المستوى تقلد المرأة نسبة المرأة في مجلس النواب الشعب أو نسبة المرأة في المجالس الوزرية التي لا تتجاوز 16% وبالنسبة للمجلس النواب التي لا تتجاوز 26% وأعتبر هذا تقخر كبير في زمن العشرية التي كان الحكم فيها للإسلام السياسي للأسف الجديد سيدة ليلى الحكومة ربما المقبلة ستشكل في غضون الساعات الأيام القليلة القادمة بحسب الرئيس قيس سعيد ما المتوقع في هذه الكابينات الوزرية وبأي شكل سوف تكون هل سنكون أمام حكومة مصغرة وبالتالي العمل كله تحت لواء قيس سعيد أم تحت رئيسة الحكومة أعتقد من خلال على الأقل ما قد تفضل به في إطار خطابه هناك عمل تشاركي بينه وبين رئاسة الحكومة العمل بالنسبة للوزراء أو لكتاب الدولة أعتقد أنها ستكون نوعا ما مضيقة لأنها سيستعمل الأقطاب قطب اقتصادي أو قطب صناعي هكذا ممكن ستكون نوعا من الحكومة المصغرة ولكن هي ستكون حكومة حرب لأنه أول مهامها هي مقاومة الفساد وأعتقد مقاومة الفساد في فترة تعيشها تونس اليوم هي من الأولويات وأعتقد ستكون نوعا ما صعبة باعتبار التداخل المال السياسي في المال رجال الأعمال وعلاقتهم بالأحزاب السياسية وبالتالي ستكون هناك مهمة صعبة هذا بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي بتاع تونس نحن هناك مديونية أكثر من 18 مليار مليون دينار وتونس بالتالي تعيش نوعا وضع صعب وصعب جدا وهذه كذلك من بين الأولويات حتى يعطي جرعة أمل للمواطنين في تقليص الأسعار المرتفعة جدا حتى للسلم الاجتماعي أعتقد أن اليوم هي حكومة استثنائية يجب أن نضع النقاط على الحروف يعني لمدة زمنية معينة وبالتالي السلطات حينما تكون لعند رئيس الجمهورية هذا متوقع باعتبار أن الرهان هو كيف يمكن خروج تونس منها التدابير الاستثنائية إلى الوضع العادي وهنا أريد أن أسأل سيدة ليلى نعم قضيت عودة مؤسسات الدولة الآن الرئيس قيس سعيد قطع شوط هذه خطوة كانت منتظرة وتأخرت نوعا ما ما الخطوات المقبلة برأيك وما المنتظر منها وباختصار المنتظر الكثير أعتقد أن المرحلة اليوم تعيش تونس على المستوى السياسي غلايا كبير هناك يعني لا ننسى أن في الضفة الأخرى ما زالت هناك المناوئين لهذا المصار وبالتالي أعتقد أن الرئيس قيس سعيد تسقيف الزمن للفترة الاستثنائية والخطوات يجب أن تكون جادة وجادة جدا لأن نجاحها سيعطي جرعة من الأمل للشعب الذي خرج يوم 25 جوليا أعتقد أن المسألة اليوم هو الصراع الأخير وبداية نهاية الإسلام السياسي في تونس كمرحلة تكون انتصار تونس على هذا العشرية السوداء كما نقول باستحقاقات وطنية يعني وإنجازات وطنية وهذا ما نأمل فيه قيس سعيد حينما يتخذ التدابير من بينها أولا هناك السياح ما يعبر عنه برجوع البرلمان نعتقد أن لا المستوى الواقعي ولا القانوني هناك عودة للبرلمان القديم ولكن هناك إصلاح للدستور هناك تعديل للدستور من قبل الخبراء يجب تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في الأيام القليلة القادمة حتى يعطي رسائل طمأنة لهذه المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية التي المعه في الخط الوطني وهذا لإصلاح كذلك القانون الانتخابي هناك يعني كثير من العمل وكثير في مدة يجب أن لا تطول حتى لا تصبح هناك نوع من الضغط لا على المستوى الداخلي ولا على مستوى الرأي العام الدولي شكرا جزيلا لك قيس سعيد حدد القيادية في حركة الشعب كنت معنا من تونس شكرا لك